ما تقولينا عم الدوري اه الدوري الالماني هيشتغل خلاص خلال كم يوم يا عم بقولك الدوري اوه الدوري الكوري اشتغل يا عم بقولك الدوري الدوري الانجليزي خلاص ان شاء الله طلع راجع في اواء الاول يوني بقولك الدوري يا عم انا بقولك دوري وانت بتقول لي وانا بتكلمك رغريفي الدوري الدنماركي خلاص راجع طب يا عم بقولك ايه بطل الصعبات انا بقولك على الدوري المصري الدوري الانجليزي 1 يونيون الدور الدنماركي 28 مايو نهايكاس ألمانيا 4 يوليو بروندي 21 مايو إطاليا حيتمرانه 18 مايو ريال مدريد الحمد لله على السلامة يا عم الدور المصري معلش يا عم ما تشخدش بالراحة وانا ما اخدش اخد بالي بحساك بتتكلم على الدنيا ماشي ازاي أسبانيا كان فيها إيه وألمانيا كان فيها إيه وإطاليا وكده يعني وانجلترا لا الدور المصري دور المصري أنا ما زلت مصمم على موقفي إقاف التدريبات حتى 31 مايو هو الدوري خلاص في ناس قدمت اختراح أنا بحب الحاجات دا اكتبها إن الدوري انتهي أول أكتوبر في رغبة لدى اللجنة الخماسية برئاسة عمر الجنين تاني أنا هديكم النور دا مفاجأة مدوية إنه الدوري يعني يستأنف عمر الجناني عايز يخلص الدوري وعايز يخلص الكاس ماشي طب الدوري يا حبيبي لما هيخلص أول أكتوبر الدوري الجديد إمتى؟ على طول 15 أكتوبر بقول لحضراتك دي دراس في أربعين نادي يقدموا مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء قالوا له مستحيل الدوري يكتمل أنا بقول لحضراتك الكاس الأهلي قال لك لا 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 ستوب وأنا فرق 22 بونت وهتيجي تسويني طبعا أنت عمع إيه الميزة اللي أنا خدته ستوب فظهر اختراح اسمع مني أنه لا منع من إعلان النادي الأهلي بطلا للدوري دون هبوط أندية ظهر هذا الاختراح خد من أخوك وهذا الاختراح لا يجد معارضة يعني أقول لك إن جيتوا للحق الأهلي أحق أنا أقول لك للناس اللي اتكلمت وقالت هذا الاختراح موجود وبقوة والأندية التي طلبت بإلغاء المسابقة ترحب وبشدة معظمها برضه عشان يكون إيه واضح ترحب بشدة إنه الآهلي يفوز بالدوري قال لك هو الفير وهو العدل إن الآهلي ياخد دوري ونبدأ كلنا في الكاس على نضيف هذا اختراح ظهر بين الأندية التي طلبت بعدم استكمال الدور طيب الآهلي بطل من اللي هبط ما فيه شبوط دوري ممتاز كل الدوريات طيب إيه اللي على تحت بقى اللي على الفرق المتصدرة والفرق اللي بتنافس محدش جي ناحية القسم التاني تاني أكمل لك طيب دوري الأربعة وعشرين نادي المحترفين مش هيتعمل خد مني كلام ترد مركة باشا لو خسرت تركك ببيت نعناع ما حصلتش في الدنيا يعني ما فيش أربعة وعشرين نادي السنة الجاية مستحيل خلاص كده عشان تبقوا حضراتكم تبقوا عارفين يعني آخر ما قدموا مسؤولوا اتحاد الكرة إلى السيد وزير الشباب والرياضة قدموله ساعة تم فطيرنا مع بعض لقمة هناية كافة مية اختراح إن الدوري يرجع أول أغسطس لأنه الوزير قال لهم الوقت الحالي مستحيل قالوا له أول أغسطس يخلص أول أكتوبر وبعدها على طول بأسبوعين نلعب الدوري الجديد هذا اختراح أو إنه الإلغاء أو إنه الأهلي يعلن بطرا للمسابقة مستني الهجوم مشتين مبراحتكم أنا بقول لحضراتك من الكواليس إحنا هنا إحنا بتوع الكواليس فتاخد حضرتك إيه الكلام مني لحضرتك وهو مؤكد بنسبة 100%